وفي السياق أكد رجال أدين مسيحيون أنه رغم الخطوة الإيجابية التي أقدم عليها السوداني فالطائفة تنتظر خطوات أخرى جديدة وضرورية تصب في مصلحة أحد أقدم المكونات الوطنية في بلاد الرافدين وطالبوا بسحب الميليشيات من منطقة سهل لنواه وعلى رأسها بابليون التي يتزعمها ريان الكلداني وتسلم ملف الأمنية المشتركة إلى القوى الأمنية المعترف بها في الدستور كالجيش العراقي والبيشمرق وأشددوا على ضرورة ضمان نسب عادي الأهل المسيحيين في التعيينات الجديدة وضمان الحصة المسيحية في المقاعد التعويضية وإعادة بناء ما دمره داعش من بلد تحتية في قرهما في سهل نينواه وحماية تركيبها الديمغرافية